ترجمة نانسي قنقر التعليم هو العماد الذي ترتقي من خلاله الأمم لم تألو وزارة التربية والتعليم جهدا في رسم خارطة واضحة بنت ملامحها على تطوير المناهج التعليمية في مختلف المراحل الدراسية وصولا إلى المرحلة الجامعية من تأسيس وتطوير للجامعات واستقطاب الجامعات الدولية على أرض مملكة البحرين ليستند الطلاب على أساس رصين من التعليم ليختاروا من التخصصات الأنسب لهم التي تضمنها صروح تعليمية مرموقة بما يتواكب مع تطورات السريعة على النحو العلمي الذي يشهده العالم أجمع وفي تطوير المناهج الدراسية في التعليم الأساسي والثانوي تبعه أسلوب حديث ومتطور في التعليم بدءا بتأسيس الصفوف الذكية وإعداد معلمين مؤهلين وتوفير البيئة المدرسية المناسبة وتشجيع الأفكار المتميزة وتبادل الخبرات تحت مضلة إدارة التدريب والتطوير المهني بوزارة التربية والتعليم المتعلقة بتطوير الكفايات التربوية والمهنية للهيئات الإدارية والتعليمية في الوزارة أما بالنسبة للتعليم العالي فتتم مراقبة الجودة في الجامعات إلى جانب وضع السياسات والمعايير للتعليم العالي وفتح برامج تعليمية عديدة تواكب التطور العلمي والذكاء الاصطناعي لتكون مملكة البحرين اليوم وجهة جاذبة للطلبة الباحثين عن التعليم الجامعي المميز عبر مؤسساتها التعليمية ومنذ نشأة التعليم في مملكة البحرين والشروع في تنفيذ استراتيجياته كان له القدرة والاستمرارية على تخريج أجيال متمكنة تمتلك مقومات الحداثة والتطوير وكفاءات تنافسية لتجعل منهم العنوان الأبرز لطاقات عملية بحرينية مؤهلة تلبي متطلبات سوق العمل ترجمة نانسي قنقر